مساء الخير مشاهدين الكرام نستعرض معكم حالة الطقس والنشرة الجوية المتوقعة لمخفض الجو المرتقب مع ساعات مساء هذا اليوم نبدأ باستعراض حالة الطقس السائدة حاليا بالخارج نلاحظ تكاثر كميات من السحب هاي مقدمة للمخفض الجوي مشاطة دريجة على الرياح السطحية رياح جنوبية غربية نشطة إضافة لإنخفاض واضح في درجات الحرارة درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان سجلت نهار اليوم 8 إلى 9 درجات مئوية نبدأ نشرتنا الجوية بصور الأقمار الصناعية نلاحظ منخفض جوية تمركز شمال الغرب جزيرة قبرص حاليا هذا المنخفض مصحوب بكميات كبيرة من السحب المنخفضة هاي السحب في معظمها سحب ماطرة مرافقة للكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض الجوي تتحرك شرقا باتجاه منطقة الشرق المتوسط وبلاد الشام توقع أن تؤثر على المملكة وفلسطين مع ساعات مساء هذا اليوم ننتقل معكم إلى خريطة توزيع الضغوط السطحية نلاحظ منخفض جوي مع ساعات مساء اليوم سيتمركز إلى الشمال الشرقي من جزيرة قبرص هذا المنخفض الجوي تندفع خلفه كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة قطبية المنشأ مصحوبة بفعالية ماطرة وثلجية إن شاء الله مع ساعات الليل رح نتكلم عنها بالتفاصيل خلال هذه النشرة إن شاء الله مع ساعات مساء هذا اليوم تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة إلى هذا المنخفض الجوي بحيث تعمل على نشاط الرياح تدريجيا خلال الساعات القادمة رح نصل مرحلة رياح نشطة مع هبات قوية أحيانا ممكن نتلامس سرعة الهبات 80-85 كم بالساعة فبنحكي عن الرياح بهبات قوية عموما رح تعمل هذه الرياح إن شاء الله على إثارة الغبار خلال ساعة قادمة في مناطق شرق المملكة الصحراوية منها تحديدا رح تكون الأجواء مغبرة بشكل عام رح تعمل على تدني مدى الرئيس الوفقية في هذه المناطق إن شاء الله مع ساعات مساء اليوم هذه الجبهة تعمل عليه طول الأمطار بدءا من المنطقة الشمالية المملكة من محافظة إربت محافظة عجلون ممكن في محافظة عجلون بداية تكون ثلجية مع بداية دخول هذه الجبهة تدريجيا الأمطار بشكل سريع تمتد إلى المنطقة الوسطى من المملكة بحيث تصبح الأجواء مع ساعات المساء الأولى في شمال وسط المملكة غائمة وباردة ومماطرة وعاصفة من ناحية الرياح هذه الأمطار إن شاء الله ممكن تكون غزيرة أحيانا مصحوب العواصف الرائدية وزخات البرد في بعض المناطق نظرا لغزارة الأمطار خلال ساعات المساء وأول ساعات الليل بنحذر من خطر تشكل السيول الفيضانات في بعض المناطق في شمال وسط المملكة بالانتقال تدريجيا إلى ساعات متقدمة من الليلة القادمة إن شاء الله اندفاع مزيد من الهواء البارد القطب المنشأ انتخفاض إضافي فيه درجات الحرارة تدريجيا موضوع الثلوج سيبدأ معنا إن شاء الله في المرتفعات الشمالية مثل ما ذكرنا مرتفعات عجلون العالية ومرتفعات جرش العالية كذلك مناطق واسعة منها سيبدأ فيها تصاقط الثلوج إن شاء الله هذه الثلوج ستكون متراكمة تدريجيا تقدمنا أكثر بساعات الليل هذه الثلوج ستتمتد إلى المنطقة الوسطى ستشمل مناطق مرتفعات البلقاء ومرتفعات العاصمة إن شاء الله الثلوج ستكون متراكمة لكن هناك نقطة أساسية سنحكي فيها بالنسبة لموضوع التراكم الثلوج الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي هي قطبية لكن على الطبقات القريبة من سطح الأرض لكن علويا تفقد بعض الخصائص القطبية هذا الموضوع إن شاء الله سيأثر على موضوع التراكم الثلجي في تحديدا مناطق وسط المملكة ممكن أنه تتأثر سلبا بموضوع التراكمات أو سماكة التراكم نحكي في تراكم إن شاء الله على المرتفعات اللي بتزيل عن 900 متر لكن تراكم لن يكون بكميات كبيرة نظرا لتوقع أنه يكون فيه تقطع بالهطون إن شاء الله خلال ساعات الليل فيه جولات غزيرة من الثلوج لكن على فترات بين هاي الفترات نظرا لعدم الخفاض درجة الحرارة الصغرى بشكل كبير في وسط المملكة رح يصير ذوبان لهذه الجولات فما رح يكون تراكم عندنا بكميات كبيرة لكن المنطقة الشمالية ممكن نحظى بتراكمات جيدة في مناطق راس منيف مناطق عبين عبلين القاعدة هاي المناطق العالية اللي بتتجاوز ألف متر ممكن إنها تتلقى كميات تراكم أفضل من مناطق وسط المملكة إضافة فيه عندنا كمان نقطة مع ساعات بعد منتصف الليل وفجر الغد موضوع تساقط الثلوج ممكن يدن عن مرتفعات التسعمية متر ممكن يصل لغاية ثمانمائة وخمسين متر كتساقط ممكن يكون مخلوط بالأمطار أو حتى التساقط لكن غير متراكم هاي بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة خلال ساعات مساء اليوم والليلة القادمة ننتقل إلى حالة الطقس المتوقعة نهار غد الأربعة باللاحظ أن المنخفض الجوي بيكون بلس شرحل عن المملكة باتجاه مناطق شرط تركية مناطق البحر الأسود والجبهة الهوائية المرافقة المنخفضة تكون عبرت لكن تستمر المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والتيارات البحرية المرافقة لهذه الكتلة الهوائية الباردة لذا تستمر الأجواء غدا خلال ساعات النهار باردة غائمة بشكل عام مع سقوط الأمطار في شمال وسط المملكة هاي الأمطار تكون على فترات قد تكون غزيرة أحيانا بكميات جيدة إن شاء الله متوقعة الرياح ستكون غربية شمالية غربية نشطة مع حبات قوية أحيانا الأجواء باردة بشكل عام درجات الحرارة أقل من المعدلات ممكن العظمى في العاصمة عمان تصل لغاية 7 درجات مقوية نهار الغد إن شاء الله هاي مختصر لحالة الطقس المتوقعة إن شاء الله الليلة وخلال نهار الغد إذن أمطار الخير رح تبدأ مع ساعات مساء اليوم خلال الليل تكون الأجواء ماطرة في شمال وسط المملكة رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع حبات قوية ممكن تلامس الحبات 85 كم بالساعة انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ممكن المرتفعات الشمالية تنقف الدرجة الحرارة في مرتفعات عجلون مرتفعات جرش العالية لغاية الصفر إلى ناقص درجة مقوية واحدة مما يساعد على التراكم في مرتفعات وسط المملكة مثل البلقاء ومرتفعات العاصمة عمان درجة الحرارة تبقى ما بين الصفر والواحد ممكن لغاية اثنين درجة مقوية في العاصمة عمان هذا الأمر ممكن يخفف من موضوع التراكم أو سماكة التراكم مرتفعات جنوب المملكة متوقع أن تشكل فيها خلايا محلية تعمل على هطولات ثلجية محلية بالمجمل خفيفة لكن نظرا لانخفاض درجة الحرارة الصغرى في هذه المناطق مقارنة بارتفاع حل كبير هذه الزخات الخفيفة ستتراكم بتراكمات خفيفة وان شاء الله درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ممكن تصل لغاية ناقص اثنين إلى ناقص ثلث درجات موية في مناطق الشراء مناطق مرتفعات الطفيل العالية كذلك مناطق جنوب الكراكي العالية غدا خلال النهار موغض الجوي يرحل مثل ما حكينا إلى البحر الأسود بعيدا على المملكة الجبهة لوئية بتكون عبرات بتستمر الأجواء ماطرة على فترات في شمال وسط المملكة أجواء باردة عموما مع سبع درجات مئوية في العاصمة عمان كعظمة ومجموعة من التحذيرات بدنا نرفقها في هذه الحالة الجوية اللي هي متوقعة مع الساعات مساء اليوم أولا من خطر تدني مدى الرئي الأفقية في مناطق البادية والمناطق الصحراوية نظرا لتوقع رياح جنوبية غربية نشطة مع حبات قوية أحيانا كذلك من خطر تدني مدى الرئي الأفقية في المرتفعات الجبلية نظرا لتوقع تشكل الضباب والغيوم المنامسة لسطح الأرض إضافة لموضوع الانزلاق على الطرقات مع بداية تساقط الثلوج وزخات البرد في المرتفعات حتى من المرتفعات العالية في مناطق شمال ومناطق عجلون مرتفعات جراش ممكن أن يكون فيه تراكمات ممكن تعمل على بعض الإغلاقات في الطرق الفرعية فننتبه لهذا الموضوع إضافة لموضوع شدة الرياح والأجسام المتطايرة من هذه الرياح المتوقعة خلال الساعات القادمة إن شاء الله أمطار خير وبركة على الجميع نتمنىها للجميع وأسعد الله وقاتكم موسيقى